السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أصدقاء الكرام محبي الخط العربي اليوم مع فيديو جديد متابعة لسلسلة حسن خطك بالقلم العادي مع حرف أصد بخطر لاحظوا اليوم أنا حاولت اختار يعني أوراق دفتر مسطرة بشكل مربعات حتى تلاحظوا كيف يمكننا أن نضبط المسافات بين الحروف طبعا الهدف كما قلت أن نحسن الخط هدفنا أن نحسن خطنا بالقلم العادي والبداية كما قلنا منتابع نحن حالات الحرف سواء حرف الصاد أو انتبهتوا للفيديو السابق حرف السين منتابع الحروف كل حرف مع الحرف الذي يليه اتصالات الحروف وأهم شيء يعني شوي من الصبر بعد ذلك ننتقل إلى كتابة الكلمات ثم بعد الكلمات ننتقل إلى كتابة الجمل مثل ما عودتكم في آخر الفيديو هناك جملة بقلم الخط العربي 2 مليمتر كتبت لكم اسم القلم ومقاس القلم أتمنى أن تتابعوا الفيديو أن تتمرنوا عليه إن كان عندكم تمارين أتمنى أن ترسلوها لي على حسابي على الانستجرام أو إذا كان إذا كنتم مشتركين في تعلم الخط مع فادي على التلجرام أيضا يمكنكم أن ترسلوا تمارين تمارين يمكنكم أن ترسلوا تمارينكم عن طريق الإيميل موجود في القناة حتى أعرضها على المتابعين ويسعدني ذلك أترككم الآن مع المتابعة بحالة حرف الصاد ثم بعد ذلك أعود إليكم مع الفقرة الأخيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة به هذا القلم سألني عنه الكثير من الأصدقاء والمتابعين قلم الخط العربي وهناك عدة أسماء للقلم المهم أن يكون بهذا الشكل والهدف كما قلت هو تحسين الخط أنا أكتب الآن على ورق دفتر عادي لا يوجد أي تكلفة أي تكلفة دفتر الجامعة دفتر المدرسة إذا زاد عندك فيه مسافة وكذا يمكنك أن تتمرن عليه لاحظوا أنا أخذت مربعين تقريبا وأكتب حاليا بين المربعين أهم شيء أن تضبط المسافة لو أخذت ثلاث مربعات أيضا تكتب كلها على ثلاث مربعات لكن بحكم أنه خط رقع ثلاث نقاط الألف أو أربع نقاط فنأخذ بحجم هذه أو بهذه المساحة حتى يعني كتير من الأصدقاء سألوني كيف أوزع المسافات لاحظوا كلمة إذا أترك فراغ دعتك نفس الفراغ أحاول أن أتركه بعدك الكاف مع حرف القاف في كلمة قدرتك إذن ضمن مربعين وأبدأ بالكتابة أحيانا أعبين معي الحرف بسبب وجود الكاميرا لكن هذه هي القاعدة لاحظوا الميلان اللامات الألفات يكون واحدا هذا يعني يعطي جمالية لخط الرقع إذا تعتك قدرتك على ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك لكم مني كل المحبة كل الشكر على هذه الملاحظات شاركوا الفيديو مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة